أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء مشروع الدرجات الجديدة كايروبايك وشدد المركز على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطة الخاصة به بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشيرا إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة قبل عقد مؤتمر المناخ كوب 27